بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ولازلنا على سابق عهدنا مع أعظم وصية وصانا بها المولى تبارك وتعالى ووص الأمم الذين سبقون من قبلنا ألا وهي تقوى الله سبحانه عز وجل فمن اتقاه وقاه وزاده من فضله سبحانه عز وجل أيها الكرام لقد أدركنا حقيقة معنى التقوى في الحلقات السابقة أدركنا فعلا إن شاء الله أن خلاصة تقوى الله سبحانه عز وجل هي الاستقامة على طاعة الله على هداية منه وعلى نور منه واجتناب كل ما يسخط الله كل ما حرم الله سبحانه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على توجيه منه على هداية منه على نور منه سبحانه عز وجل غير أن المتصفح أيها الكرام اللي يتابع في القرآن الكريم اللي يقرأ ويتدبر ويتأمل ويحضر عقله وهو يقرأ من فاتحة الكتاب إلى الناس المتدبر الذي يقف عند معاني هذه الآيات الكريمات يجد الإبداع العجيب في تنوع معنى كلمة التقوى في القرآن الكريم أحيانا يقدمها المولى تبارك وتعالى وأحيانا يؤخرها وأحيانا يأتيها في الوسط وتأتي بجميع المعاني التي نعرفها أيها الكرام فمثلا أحيانا القرآن الكريم يريدنا أن نتواصى بها وصية الله قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ أعظم وصية يوصي بها المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين تقوى الله اللهم اجعلنا من المتقين وأحيانا أيها الكرام يحثنا عليها وعلى التعاون عليها لأنه ليس بالأمر الهيّن وبالأمر السهل إذا لم يوفقنا المولى تبارك وتعالى قال تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم كذلك كواصية قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ لَارْنُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يشدد علينا يحذرنا فيأمرنا المولى تبارك وتعالى بأن نتق الله سبحانه عز وجل وأحيانا أيها الأحبة في الله تأتي هدف غاية لتقوان غاية لعبادتنا غاية لطاعتنا يقول المولى تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِيه؟ لعلكم تتقون معناه الهدف الأسمى والغاية من هذا الصيام هو بلوغ تقوى الله أعظم منزلة أعظم فضيلة بينك وبين الله سبحانه عز وجل تقوى الله مراقبة الله في كل لحظة وحين في السر والعلن وفي كل مكان وقال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذا أحببت أن تكون من المتقين لا تغفل عن أمر أهلك وأولادك وكل من تحت الإمران تاعت تدعوهم تأمرهم بالصلاة وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا رزق على الله سبحانه عز وجل لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكذلك في الحج وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التقوى خير ما يتزود به المولى تبارك وتعالى في عبادة الحج أن يتق الله لماذا؟ لأنه يلقى العديد من الفتن فعليه ومن الواجب عليه أن يصبر ويتزود بتقوى الله سبحانه عز وجل حتى يتقبل منه هذا العمل على الحج إنما يتقبل الله من المتقين لا بد أن يتحلى بتقوى الله ويتزود بتقوى الله سبحانه عز وجل حتى يمر عليه على أحسن ما يرام دون أن ينقس من أجره شيئا وقد يأتي كالطريق الموصل إلى تقوى الله سبحانه عز وجل الموصل إلى غايته الموصل إلى هدف التقوى وأحيانا يحثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك بها في جميع أحوالنا يقول المعاذ يا معاذ اتقل لها حيث ما كنت حيث ما كنت حيث ما حللت في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان أن تستحضر تقوى الله تستحضر مراقبة الله في كل أعمالك حركاتك سكناتك معاملاتك مع الأقرب ومع الأبعاد اتقل له وأحيانا أي الأحبة في الله كذلك يحثنا المولى تبارك وتعالى أن نتقي الله أن نتقي الله في أنفسنا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب ويقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قول الكلام الصواب ما تكذبش ما تتنيفقش لا تواري يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يُوتكم كفلين من رحمته إذن تقوى الله سبحانه عز وجل يأمرنا بها المونة تبارك وتعالى ويوصينا ويجعلها غاية عبادتنا وكذلك يحثنا على أن نتق الله حق التقوى وأحيانا أي الأحبة في الله يحثنا أن نتق الله في أرحامنا تتمة للآية الكريمة التي كنت ذكرتها قبل قليل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة تقولوا أسألك بالله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة اتقوا الله في أرحامكم في صلة الرحم لا تقطعوا الصلة بينكم وبين أرحامكم صعودا ونزولا وأحيانا يحثنا أن نتقي بها جهنم هذا التقوى أن نجعلها بيننا وبين نار جهنم عفانا وأعاذنا الله وإياكم من نار جهنم قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين أمنوا قووا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة وروي أنها أن آخر آية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم تقوى الله في يوم القيامة يوم يجمع الناس جميعا يوم يجمع الناس جميعا في صعيد واحد ولا ينجو من ذلك المقام إلا التقي إلا المؤمن الذي فعلا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بعد الإيمان ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يقولنا المولى تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هنا عندي لفتاء أول ما فتح الله سبحانه عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم بالوحي قال اقرأ اقرأ معنى تعلم اقرأ تدبر علم تعلم بلغ اكتب كل ما يتعلق بكلمة اقرأ أول ما فتح الله سبحانه عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ تعلم وعلم وبلغ وآخر ما ختم به المولى تبارك وتعالى على حبيبه صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن بداية المشوار علم طلب علم وآخر المشوار ختام المشوار تقوى الله سبحانه عز وجل ولذلك قال المولى تبارك وتعالى جمع البداية مع النهاية قال واتقوا الله ويعلمكم الله إذن أيها الأحبة في الله من جملة كذلك ما جاءنا بهذه الكلمة بهذه الفضيلة بهذه الخصلة العظيمة تقوى الله سبحانه عز وجل الله سبحانه عز وجل وصانا بأن نتقي الفتن وأن لا نكون من الساكتين على الحق يعني الساكت على الحق شيطان أخرص قال هذا الساكت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيب الظالم وصاحب الفتنة وتعم الحالة الكل يعم العذاب جميع الناس كالظالم والمظلوم قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة معناه تعم الجميع كالظالم والمظلوم إذا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يجمعني بكم ربي سبحانه عز وجل في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة